مرة أخرى نجحت الأحزاب العربية في تخطي خلافاتها والتأطر في قائمة موحدة هي القائمة المشتركة التي تضم أحزاب الجبل السلام والمسواة والعربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة والتجمع في محاولة لتكرار إنجاز عام 2015 عندما حققت 13 مقعدا برلمانيا وحدة تجمع بين العلمانيين وبين المتدينين بين القوميين والليبراليين نحن بنينا هذه الوحدة لماذا؟ أيضا لأهمية التدعيم المجتمعي أيضا من أجل نقل مجتمعنا من مرحلة إلى مرحلة ولكن ما لا يقل الأهمية هي ضرورة وضع وزننا كاملا للمساهمة بإسقاط اليمين برئاسة بن يمين نتنيهو القائمة المشتركة هي دائما من أحزاب المعارضة وتعد نظريا جزءا من كتلة اليسار في الكنيسة لكن الأحزاب الصهيونية الكبرى تتجنب التحالف معها وقل ما تؤثر على الواقع السياسي باستثناء مرات قليلة كتوفير أغلبية لتمرير اتفاق أوسلو في الكنيسة زمن ربي نحن دورنا أن نفرض واقعا ثنائي القومية من يريد أن يخرج من هذه الدوائر الرسمية ويخرج من الأماكن التمثيلية يحقق لنتنيهو ما يريد أن تكون الدولة حصرا لليهود المنافس الحقيقي للأحزاب العربية سيكون حزب المقاطعين العرب للانتخابات لا سيما بعد تشريع قانون القومية الذي يمنح الحقوق القومية لليهود فقط يستمر الجدل التقليدي في الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر بين مؤيد لمواصلة التمثيل البرلماني والبقاء في اللعبة السياسية ومشكك بجدوى ذلك في دولة لا تخفي عداءها المشرع بالقانون للمواطنين العرب زياد حلبي العربية الناصرة